في كلام كتير ب بعض متلسانه الهتامر قوله امين المباراة مهمة لكن الاهل لم يفوز بعد الناس عندها ثقة لكن الاهل لم يفوز بعد الناس عندها رغبة في العشرة لكن الاهل لم يفوز بعد والأمر ليس سألا بعد وليس سألا على الاطلاق وقال لكم بعض الحقائق عن كايزر شيفز لانه يكفي ان احنا نشوف ان ده فريق عنده صلابة دفاعية قوية جدا في عشر مطشات تقريبا لعبهم في سبع مطشات لم تهتز شباكو يعني شايفين سبع مباراة من عشر مباراة محدش قدر يجيب في جون فده فريق يملك اسلوب لعب فيه من الحصانة الدفاعية ما يكفي حافظ على نظافة شباكو سبع مرات في عشر مباراة في دور الابطال ما حصلتش مع اي فرقة بيعتبر الاكثر تعرضا للتزديدات 142 بمعدل 14.2 تزديدا في المباراة ومقياس اهداف متوقع 14.4 فريق عنده هذا التنظيم الدفاعي لا ده يدل على انه هو بيجنح الى انه يلعب بالاسلوب الدفاع يعني سجل كايزر شيفز خمسين في المية من اهداف وبدربات رأس ودي نقطة مهمة جدا اكيد بيتسو موسمانة عامل حسابها لم يسبق لاي فريق انه سجل اكتر من اكتر منه من موسم 2017-2018 الوداد وملدية جزائر سجل كل واحد يوم ستة اهداف رأسية اذا كايزر شيفز يملك رأسا قوية الفوز عليه لن يكون سهلا التحذرات ده ده ياخدنا النقطة شديدة الاهمية السيد براهيم ايه اما هو عنده هذا التنظيم الدفاعي الرهيب اللي بيعتمد عليه ايه وبيسيب الدنيا بيهجمه هجوم فظيع بالشكل ده ده اخر لقطات بعثة الاهل حاليا وعودتها من التمرين لفندق الاقامة اه فضل ايه وهذا تمائز في ضربات الرأس اذا قد يكون سلاحه الاخطر الضربات السابتة ايه دي اللي لازم ودي ما لاش فريق كبير وفريق صغير اه لها فريق يجيد الضربات السابتة والتعامل معه بضربات الرأس ويبقى من فرصة يقدر يطلع بالمباراة اه يا سيئة الرغم هذه التحذرات الحقيقة يعني استوقفنا انها مش صدرة حتى عن لا محل الرياضي ولا برنامج رياضي لكن الشعور بمسئولية الفريق وصعوبة المباراة والتحذير منها جاء على لسان صديقنا الاعلام الكبير للاستاذ تامر امين في برنامج الحياة كان قد ايه حذر جدا وبينبه وبحذر وهنشوف بكل المؤشرات الايجابية الحلوة اللي موجودة في سكة النادي الاهلي باذن الله باذن الله باذن الله تعالى للوصول للنجمة العشرة سواء الطموح عند العبط الاهلي والاسرار سواء الرغبة سواء الحنكة اللي موجودة عند المسلماني واللي احنا كجمهور الاهلي خلاص اصبحنا مقتنعين ومؤمنين ان هو مدرب محترم وذكي وفاهم وعبقري وبيعرف يقرأ قراءة المباريات ويهي مناسب جدا النادي الاهلي وكمان رغم الاخر بروفا ممتازة رغم كل ده لكن في حاجة الحقيقة لازم اعترف لكم انها تقلق جدا 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 ايه هي يا بقى حالة السقة العمياء اللي موجودة عند ناس كتير قوي 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 انه الاهلي خلاص كسب البطولة ويلا نبتدل الافرح من دلوقتي دي حالة موجودة عايز اقول لكم بكثرة على السوشيال ميديا وموجودة في قنوات رياضية انا بتفرج عليها بقى لي تلات تيام وخصوصا بعد مطش مبارح في مذيعين رياضين طالعين يقولوا مبروك على الاهلي الفوز بالبطولة الافريقية الاحساس ده خطير خطير ولو اتنقل للعيبة حيبقى مش خطير حيبقى مدمر في كايزر تشيفز ده ملك المفاجآت في البطولة دي وحظه علي جدا 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 فارجوكم اجلوا الاحتفالات واجلوا الفرحة يا رب تبقى فرحة بحق لما الحكم يصفر ويعلن فوز الاهلي حقطبس كلامك واقول امين انا اؤمن على كل كلمة قالها تامر الزميل عزيز تامر لان هي بتشكل حقيقي وجهة نظرنا وانا تحديدا اللي اعمالين اكد عليها لا يمكن لا يمكن شيء السمك قبل استياده لا يمكن واللي بيعملوها بيموتوا مجوع بيناموا جعنين بيطلع سمك وهمي بيناموا جعنين فاحنا لازم لازم نبحطيه وخلي بالكو نقطة مهمة احنا وصلنا للفاينال مش مستكف هنستكفر ازاي دي كنا بنقول عايزين اهدف اكبر من كده بصين على اهدف اكبر من كده ولكن نفخر بانجازنا اه نفخر بانجازنا النادي الاقلي كبير القارة كل الناس بتقول كده الاحترام الاحترام يسبق الحب الاحترام يسبق اه تحقيق النتائج اللي هي ولو انه مرتبط بيها يعني والاحترام جالك لانك انت عملت النتائج مبهرة لكن كله عارف ان انت الاجدر ولكن ليس شرطا ان تكون انت الفائز فانا بقول له يا سيد سامر لفضة فوق انت لخصلنا كل ما نريد ان اقوله اشتركوا في القناة